مرحبا جديد مشاهدين في كل مكان وصلنا معكم لفقر فيها شيء من التكافل الاجتماعي لأنها هي متعلقة بصندوق التكافل الاجتماعي بقطاع الكهرباء صحيح وصندوق التكافل الاجتماعي بقطاع الكهرباء يأطاها نظم حفل لتكريم أبناء العاملين بقطاع الكهرباء والناجحين على مستوى سودان عموما نتابع نتابع موسيقى الصندوق هو صندوق التكافلي يخدم العاملين بقطاع الكهرباء وله لائحة ونظام أساسي يعمل من خلالهما وهو مسجل من نظامات العمل الطبيعي والإنساني بولاية القرطوم اللائحة المالية التي يقوم بتنفيذها الصندوق تتلخص في الآتي واحد شريحة المعاشيين الذين يتقعدون في المعاش بالسنة الإجباري يتم إعطائهم مبالغ من المال تعينهم في حياتهم القادمة وبالنسبة للعاملين الصندوق يقوم بإعانته منذ دخولهم العمل وخروجهم للمعاش في السراء والضراء وتتمثل المزايا التي يقدمها الصندوق بالنسبة للعاملين في إعانتهم في الأمراض الخطرة التي تؤثر في حياتهم العملية وكذلك يقوم بإعانة الذين يريدون أن يتزوجوا بمبالغ مغدرة وإعانتهم في تقديم الأجهزة الكهربائية وكل المستلزمات التي تعينهم في تأسيس حياة زوجية قادمة في الحقيقة لحنا الليلة في مناسبة سعيدة لتكريم الطلاب الناجحين والمتهوقين الصندوق من أهدافه أنه عنده البرنامج الاجتماعي والصغافي يقوم سنويا بتكريم جميع العاملين بالكهرباء الذين أحرزوا الدرجات العليا والناجحين بصفة عامة نحن الليلة في الدورة الخامسة بدأنا أول نشاط لنا تكريم الطلاب للعاملين بالكهرباء وإن شاء الله بعون الله تعالى عندنا في البرامج الاجتماعية برامج كثيرة منها تكريم المعاشين ودعم البرامج الزواج الجماعي لكلها البرامج التي يقوم بها صندوق التكافل الجماعي اليوم الجميل والجوم السعيد الليلة تكلل بالطلبة الناجحين على مستوى المراحل المختلفة الأساس والمتوسط والسانوي تم تكريمهم جميعنا الحمد لله ونشكر الأمهات على هذا الإنجاز والتعب الذي نعانوا منه ونتمنى لهم التوفيق ومزيد من النجاح أما بالنسبة للصندوق بصفة عامة كده فسعي الصندوق بسعي جهيد مع كل الجهات على أن يملك العاملين قطع سكنية وتملك عروات والمشاريع الصغيرة حتى يضمن العامل توفيق أوضاعه حتى إذا نزل بعد المعاش ونحن حتى الصندوق بسعي نتمنى أنه يكون عندنا الاتصال مع العامل بعد ما ينزل المعاش ونستثمره وموالدي مع المعاش عن طريق الصندوق اليوم أتعقر هذا إن شاء الله أنا حقيقة أن أكون أثمان دوربيتو مدير عام شركة القابدة لزروف ما وصل وجينا بالإناب عن ما يعني وهذا التكريم أصلا دعبا من زمان الحياة القومية الكهرباء سابقة حتى أهل الشركات أنه صندوق التكافل الجماعي للعاملين بالكهرباء يقوموا بتكريم سنويا بالنسبة للأبناء وأنا بنرى أنه يعني ده وحدة جامعة جدا بالنسبة لكل العاملين ومحفز برضي لكل الأسر وكذلك الطلاب في التفوق وكذا أحمد صهيب إبراهيم بلا النسبة 77 من 10 الثالث على مستوى السودان الليلة تكربنا هنا في صندوق التكافل الجماعي وصراحة كاعدة حالة جميلة شديدة هنا واشكرهم على هذا العطاء بس يعني كاعدة حالة سوفهم هنا بسم الله الرحمن الرحيم صهيب إبراهيم بلا عبد الله والد الطالب السالب على مستوى السودان أحمد صهيب إبراهيم بلا بنسبة 97 و7 من 10 نحمد الله الحمدا كثيرا على هذه النعمة نحمد الله الحمدا كثيرا على هذه النعمة ونعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء ونحمد الله أن تزرغني أبناء نجباء الحمد لله ونشكر صندوق التكافل الجماعي للعاملين بالشركة السودان صندوق التكافل للعاملين بالشركة السودانية للتوزيع على هذه التكريم وعلى العمر المقدمة هدية ليه وليه والدته على تكريم كل العاملين أبناء العاملين المتفورين جزائكم الله خير وبركة الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رهف علاء الدين مرغني مدرسة المنار النسبة 92 بشكر صندوق التكافي الاجتماعي لإقامة تكريم الحافظ الجميلة بسم الله الرحمن الرحيم على الدين مرغني أحمد مناسبة طيبة جدا يعني أنه يكرموا الأبناء والبنات ناجحين وتفوقين في الشهادة السودانية وشهادة الأساس والفداي فرصة طيبة يعني نقول لينا في الصندوق تكتر خيركم كثير مبارك الله فيكم ودي المعهودة فيكم دائما إن شاء الله وبرضو نقول لينا في الغناتين دائما سباغين لأعمال الخير ودائما سباغين للأعمال الاجتماعية وجزاكم الله خير وكم يزال الحسراتكم إن شاء الله بسم الله أنا الطالب أحمد ماهر أحرسته درجة 72 سبعين اتخذت مدرسة الملك فهد الخاصة وعنى جدا يعني مبسوط وفرحان بما فعاله لنا صندوق التكافل الاجتماعي وأشكر اللجنة المنظمة والحمد بله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله صلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم بدعا نشكر لجنة منظمة من صندوق التكافل للعاملين بغطاء الكهرباء اللي دائما بيبهرونا في تنظيم ومفاجآت سارة لوسرنا ولي أبنائنا الناجحين وإن شاء الله مزيدا من التقدم ونتمنى لهم التوفيق في مقبل الفترة المتبقية لهم ودزاهم الله خيرا عنا كل الخير من هي احنا بنبارك لكل الناجحين سواء العاملين في قطاع الكهرباء والناجحين في الامتحانات المختلفة على مستوى السودانية أكيد نقول لهم ألف مبروك ونبارك لهم وأعتقد يطاع عندنا فاصل إعلاني وبعده والفقرة المحببة للجميع فرحة فرحة مرحة